الأمم المتحدة تنظف مخطط تحييد الحكومة الشرعية في موانئ الحديدة بعد أيام من تعهد بعد تجاوز الصلاحية الدستورية لهذه الحكومة فقد نسبت وكالة رويترز إلى مصدر في الأمم المتحدة لم يكشف عن هويته وإلى القيادية الحوثي زكريا الشامي نبأ توصل الأمم المتحدة وجماعة الحوثي لاتفاق على آلية تفتيش السفن الراسية في موانئ الحديدة بعد انسحاب للحوثيين وصفته الحكومة بالصوري من هذه الموانئ وأوضح المصدر الأممي أن آلية التحقق وتفتيش لا تزال بحاجة إلى التوقيع على اتفاق منفصل مع التحالف العسكري بقيادة السعودية لأنه يراقب السفن التي تتحرك في أعلى البحار في طريقها إلى اليمن وكانت الحكومة الشرعية قد احتجت في وقت سابق على ما اعتبرته تجاوز مهام من قبل موظفين يمثلون آلية الأمم المتحدة للتحق والتفتيش يونيفم ومديرة مكتب المبعوث الأمم إلى اليمن مارتين غريفثيس وذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية المستقيل خالد اليماني في مارس الماضي إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وعبر فيها عن رفض الحكومة ما أسمته الممارسات غير المسؤولة التي لا يمكن القيام بها دون توجيهات مباشرة من المبعوث الأمم إلى اليمن مارتين غريفثيس وأكد الوزير اليمان حينها أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الضرورية لضمان تأكيد سيادتها واستقلالها وتنفيذ واجباتها الدستورية وبأنها لن تسمح بانتهيك حقوقها أو الانتقاص منها وكانت آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش يونيفم قد جاءت بطلب من الحكومة اليمنية في أغسطس 2015 وبموجب قرار مجلس الأمن 2216 وذلك بهدف فرض الحضر على وصول الأسلحة إلى الحوثيين يأتي ذلك فيما طالب رئيس مجلس إدارة موانع عدن محمد علويم زربة خلال لقاء جمعه مع وزير النقل صالح الجبواني بأن تكون منطقة التفتيش للسفن التجارية وخاصة سفن الحاويات في مساحة المنطقة الحرة بعدن أو أي منطقة مناسبة للتحالف العربي في عدن بدلاً من مناطق التفتيش الحالية في موانع جدة ودبي وجيبوتي وسبب مزربة طلباً كهذا بحاجة البلاد إلى التخفيف من المعاناة على التجار والمستوردين وعلى المستهلك اليمني ولتحسين وإنعاش ميناء عدن بشكل أفضل وبما يحقق الانتعاش الاقتصادي لمدينة عدن واليمن عامة